نحن أتينا إلى تركيا في زيارة رسمية للجمهورية التركية وقابلنا القيادة التركية التعاون مع تركيا وبقية دول الإقليم والجبهة الوطنية قضيتان شائكتان تشغلان اهتمام وزير النقل صالح الجبواني الذي يقوم حالياً بجولة خارجية أثارت الكثير من الجدل على الساحتين المحلية والإقليمية هاتان القضيتان أبرز ما أضاء عليه الوزير صالح الجبواني خلال ندوة صحفية عقدها في اسطنبول في إطار زيارته الحالية للجمهورية التركية اتفاق الرياض صمم كما أسلفت سابقاً لضرب مراكز القوة داخل الشرعية نفسها وإفراق الشرعية من كل هذه القوة الصلبة التي داخلها لا يرى الوزير الجبوان اتفاق الرياض إلا أنه قد صمم خصيصاً لضرب مراكز القوة في الحكومة الشرعية ومع ذلك يستمر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في إفشال هذا الاتفاق عبر السيطرة العسكرية التي يفرضها على العاصمة السياسية المؤقتة عدن برغم التواجد العسكرية السعودي في المدينة وهو أمر لا يوفر بنظر الوزير الجبواني ذريعة لاستمرار رئيس الوزراء بالبقاء في عدن حتى هذه اللحظة الوزير الجبواني حذر من أن الاستمرار في التمسك بالدور الإماراتي على الساحة اليمنية سينقل الصراع إلى مرحلة لن تكون مرضية لأحد وحرص على تأكيد أن الحكومة تحركت بعد أن تعرض الجيش الوطني للضرب من قبل الطيران الإماراتي أو آخر شهر أغسطس الماضي فعقدت اجتماعاً في مقر السفارة بالرياض واتخذت خلاله قراراً بالإجماع قضى بتجريم الحكومة الإماراتية وتحميلها المسؤولية وطالب بإخراج الإمارات من التحالف الوزير الجبواني انتقد توجه الحكومة السعودية نحو تشكيل لجان لإعادة البحث في اتفاق الرياض على نحو يفضي إلى إنتاج نسخاً جديدة من هذا الاتفاق معرباً عن اعتقاده أن الرياض توفر بهذا التحرك الغطاء السياسي للإمارات لكي تحقق بالسياسة ما لم تستطع تحقيقه بالقوة العسكرية التهديدات الناشئة عن فشل الاتفاق قد تأخذ البلاد إلى مسالك أخرى لا تخدم اليمن وشعبه وإرادته الحرة ومستقبله الديمقراطي الأمر الذي حتم التحرك الميداني لجناح الصقور في الحكومة بمن فيهم الوزير الجبواني الذي أكد أن أهم ما يجري التركيز عليه حالياً لمواجهة هذه التهديدات هو بناء جبهة وطنية رديفة للصوصة الشرعية نحن دعينا إلى تشكيل جبهة وطنية هذه الجبهة الوطنية تكون رديفة للشرعية في حالة أي طوارئ هذه الجبهة تكون موجودة على الأرض وتضم كل أعلام اليمن وقادتها وسياسيها من أبرز أولويات هذه الجبهة وفقاً للوزير الجبواني التحرك على مستوى الميدان في حال الطوارئ وبما يحمي البلاد من الذهاب إلى الفراغ والحيلولة دون استمرار اللاعبين الإقليميين في ابتزاز الشرعية وحتى يفهم الآخرون بأن هناك طرفاً سيقول لهم لا وحينها تتغير المعادلة بشكل كبير على حد وصفه